أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نجاح برنامج التروحات الحكومية المصرية في الحصول على 1.9 مليار دولار كنتيجة التخارج من شركات الدولة حتى 30 من ينيو الماضي أشار مدبولي إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن تروحات أخرى بقيمة مليار دولار لافتاً إلى استهداف الدولة لترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية بنعلن النهاردة أننا حققنا عقود مع القطاع الخاص الذي ستعلنه معالي الوزيرة بإجمالي 1.9 مليار دولار أمريكي إجمالي الذي ستعلنه معالي الوزيرة أننا كدولة نتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية بالفعل ستدخل 1.6 مليار مليون الباقي اللي هو 250 مليون دولار دي حناخدهم بالجنيه المصري أو خدناهم بالفعل لأن جزء منهم اللي هو كان الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى اللي معالي وزيرة التخطيط هتتكلم عليهم ولكن ما تم تنفيذه حالياً واللي بنعلنه أننا عملنا بإجمالي 1.9 مليار دولار في خلال الفترة القليلة جداً القادمة هنعلن عن مجموعة أخرى بتتجاوز المليار دولار بس هنعلن عنها بمجرد الانتهاء منها في خلال الفترة الجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر